أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على أهمية الاستماع لكل الرؤى حتى الوصول إلى تواثق جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء مع عدد من القامة الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أنا كنت حريص من منذ تشكيل الحكومة الجديدة منذ ثلاثة شهر بالضبط أن أنا أكون كل أسبوع يبقى فيه فعالية بنتلع فيها ونتكلم ونتحاور مع الصحافة أو حتى في بعض الجلسات كان تم دعوة رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين ولكن الحقيقة وأعتقد الحمد لله الموضوع ده كان بيساهم بصورة كبيرة أن الناس تتعرف على وجهة نظر الحكومة في عدد من القضايا المهمة وبنرد على أقويل الرأي العام والسوشيال ميديا اللي بتطلع كل أسبوع علشان نوضح من جانبنا كحكومة إيه التحديات والتوجهات بتاعتنا في هذا الأمر والحقيقة يمكن اللي حسيته وشعرت بيه استشرفته أن هناك أيضا يعني جانب مهم جدا إحنا كحكومة كمان محتاجينه أن يبقى هناك تشاور وتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة في الدولة اللي بتمثل كل الأطياف والتخصصات عشان نتشارك مع بعض كلنا يعني الرؤية والتصور واستمع برضو لحضراتكم في تصوراتكم للتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية النهاردة في هذه الفترة فعشان كده يمكن أنا حتى الأسبوع اللي فات وأنا في مؤتمر الصحفي بالمعتاد الأسبوعي قلت يعني أن أنا حبقى أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية اللي بتمثل المختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية وثقافية